اشتركوا في القناة واجهة غانا وديا في الخامس من الشهر الجاري تحضيرا للكان التي ستنطلق يوم التاسع جنزي وأجرى أشبال جمال بالواضي حصة تدريبية بمعنويات عالية واكتمل تعداد الخضر بالتحاق الحارس مصطفى زغبة بالتدريبات بعد أن أنهى التزاماته مع فريقه ضمك السعودي في المقابل غادر بغداد بونجاه تربس الخضر للالتحاق بفريقه السد القطري للمشاركة في مباراة فريقه أمام الثلية اليوم الاثنين ومن المنتظر أن يلتحق بتربوس المنتخب الجزائري ثنائي الدوري الإنجليزي رياض محرز وسعيد بن رحمة أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم الأحد بيانا شديد اللحجة ضد نادي واتفورد الإنجليزي الذي رفض تصريح لعبه إسماعيل سار وكشف الاتحاد السنغالي بأن إدارة واتفورد منعت اللاعب من الالتحاق بتربوس أسودي أتيرينغا وأكد الاتحاد المحلي في بيان رسمي عن إدانته العميقة للسلوك الخالي من الاحترام والتمييزي من قبل رؤساء واتفورد الذين يصعون بأي ثمن لمنع اللاعب من الدفاع عن ألوان منتخب بلاده وكان واتفورد عرضة للانتقادات أيضا من قبل الاتحاد النيجيري في الأيام الماضية لرفضه تحرير مهاجمه النيجيري إمانويل دينيس تلقى منتخب الجابون خسرة قاسية بما بيركينا فاسوديا بنتيجة ثلاثة أهداف للسفر ضمن استعدادات الفريقين لكاني 2021 وشهد لقاء مشاركة نجم المتخب الجابون بيارينغيك أوباميونغ مهاجم أرسن على الإنجليزي وكان اللاعب قد دخل في أزمة مع فريقه الإنجليزي الأمر الذي كان سيؤثر على مشاركته مع منتخب بلاده في نهائية أمم إفريقيا من جهة أخرى علن اتحاد غينيا بسعو إلغاء مباراة منتخب بلاده ضد المتخب الكاميروني التي كانت مقررة اليوم وفسر اتحاد الكرة في غينيا بسعو سبب الإلغاء بتأخر سفرية منتخب بلاده إلى الكاميرون وتعد هذه الودية التاسعة التي تلغى لعوامل مختلفة أبرزها فيروس كورونا من جهة وقرر الفيفا الذي منح للندية الأوروبية رخصة الاحتفاظ بلاعبها من جهة أخرى حلت بعثة المنتخب المغربي أمس بالعاصمة الكاميرونية يوم دي وسط تخلف ثمانية لاعبين عن البعثة لإصابة البعض منهم بفيروس كورونا وبسبب التزام البعض الآخر بمباراة رسمية رفقة أنديتهم أبرزهم يوسف نصيري مهاجم إشبيليا الإسباني وبدربانون مدافع الأهلي ومونير الحدادي لاعب إشبيليا الإسباني ومن المنتظر التحاق هؤلاء اللاعبين بالمجموعة يوم الرابع من شهر جنفير على أن يخوض منتخب أسود الأطلس مواجهة تودية مواجهة تودية ضد منتخب بيركينا فاسوي يوم السادس من الشهر الجاري رغم أن الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم قررت الرفع من قيمة جوائز الكان في نسخته الثالثة وثلاثين بقيمة مالية قدرها واحد فاصل ثمانية مليون دولار عن النسخة السابقة إلا أنها تبقى أقل من جوائز الكأس العربية التي قيمت بقطر كل الأنظار على الكان وما يحمله من مفاجآت قد تشكل الاستثناء سواء كإبداع أو حتى على شاكلة سقطات عودتنا عليها الكرة الإفريقية لا يمكن أن نمر على كان الكاميرون دون المرور عن قيمة الجوائز التي رصدت لهذه البطولة التي شهدت تجاذبات كبيرة حتى قبل انطلاقتها النسخة الثالثة والثلاثون من بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون قرر فيها الكاف الرفع من قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في الكان إلى 23.7 مليون دولار بارتفاع قدره 1.8 مليون دولار عن البطولة السابقة ويحصل المنتخب الفائز باللقب على 4.5 مليون دولار في حين سيحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار وهو ما يعني أن قيمة الجوائز المالية للمباراة النهائية للبطولة ستصل إلى 7 مليون دولار وسيحصل كل منتخب من المنتخبات الأربعة التي تصل إلى الدور النصف النهائي على مليوني دولار بدلاً من مليون والنصف مليون دولار في البطولة السابقة ويحصل كل منتخب يصل إلى الدور الربع النهائي على مليون دولار مقابل سبعمائة ألف دولار في البطولة السابقة وسيحصل المنتخب الذي يحتل المركز الأخير ويودع البطولة من دور المجموعات على خمسمائة ألف دولار مقابل أربعمائة وخمسة وسبعين ألف دولار في البطولة السابقة لتكون قيمة الكان أقل قيمة مالية من كأس العرب التي رصدت لها خمسة ملايين دولار للفائز بالبطولة بعيدا عن أخبار الكان أعلن مدر باريسان جيرما ماوريسيو بوكوتينيو عن إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بفيروس كورونا ويخضع حاليا الأرجنتيني للحجر الصحي وهو ما يؤكد غيابه رسميا عن لقاء كأس فرنسا اليوم الاثنين هذا وتأكدت أيضا إصابة كل من المدافع بيرنات والحارس ريكو أطلق الاتحاد العربي للصحافة الرياضية لاستفتاء السنوية السابع لأفضل نجوم كرة القدم العربية من لعبين أندية ومنتخبات وقد شهدت القوائم حضورا جزائريا حيث تم إدراج المنتخب الجزائري لمحليين الحائز على كأس العرب ضمن قائمة أفضل منتخب عربي كما بصم نجم الخضر ولاعب الريان القطري سينبراهيمي على حضوره ضمن قائمة المؤشحين لجائزة أفضل لاعب عربي ناشط في الدوريات المحلية الإشارة فإن الاستفتاء سيشارك فيه نخبة من الإعلاميين الرياضيين العرب وسيتم الإعلان عن المتواجين في قادم الأسبوع في إطار الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني توقفت السلسلة الإيجابية للنادي الملكي ريال مدريد حين انهزم بنتيجة هدف يتيم في خرجته أمام الخطاف الذي تمكن أن انعاش رصيد نقاطه يصل إلى النقطة الثمينة عشر في المركز السادس عشر فيما تجمد رصيد النادي الملكي في حدود النقطة السادسة والأربعين من جهته عاد برشلونة بفوز ثمين أمام مايوركا بهدف وحيد سمح له بحفظ المركز الخامس برصيد واحد وثلاثين نقطة على بعد نقطة واحدة من أتليتيكو مدريد الذي فاز بدوره ظنذت الجولة بهدفين دون رد على رايوفايكانو إلى دورية الإنجليزية الممتاز والجولة الحادية والعشرين التي كانت شهيدة على قمة تشيلسي وليفربول في رقاء دراماتيكي انتهى على وقع تعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة تتوقف سلسلة الانتصارات لكل فريق منهما في خدمة جليلة تقدم إلى ماشيستر سيتي المتصدر الذي ابتعد عن أبرز ملاحق له الوصيف نادي البلوز بفرق عشر نقاط نتيجة اللقاء ستصعب حتما من مهمة الوصيف وصاحب المركز الثالث ليفر في مهمة اللحق بالستيزنز واعتلاء صدرة البريمير ليج نبقى مع أخبار دورية الإنجليزية الممتازة حيث تستكمل الجولة الحادية والعشرين برقاء منشستر يونيتد وولفر هامبتون مساء اليوم بملعب الأورد ترافورد في مهمة أو في مواجهة سيكون الخطأ فيها ممنوع بالنسبة للناديين بما أن الريد ديفولز يحتلون المركز السابع برصيد واحد وثلاثين نقطة ويطمحون لتقليص الفارق فيما يسعى وولفر هامبتون الذي يحتل المركز التاسع برصيد خمس وعشرين نقطة إلى تدارك الوضع وإنعاش أماله أمر رئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء الأول لسنة 2022 بإلاء أهمية خاصة لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بوهران صيف القادم الرئيس الجزائري استمع لعرض حول التحذيرات لهذا المحفل الكبير وأكدا على ضرورة إحداث أهمية كبيرة وخاصة لمختلف الأبعاد واستغلال كل القدرات وذلك بالتنصيق بين كل الأطراف المعنية وتكثيف الجهود لجعل هذا الحدث في مستوى سورة الجزائر ونختم بهذا الخبر حيث توي جسائق القطري ناصر العاطية بلقب المرحلة الأولى لفئة السيارات في رالي داكار السحروي المقام في المملكة العربية السعودية بين جدة وحائل معززا صدرته لترتيب العام واشتاز العاطية الذي يتطلع للتطويج باللقب للمرة الرابعة في مسيرته المسافة مع ملاحه الفرنسي ماتيو بوميل على متني سيارته الجديدة متقدمة بفارق 12 دقيقة سبع ثواني عن الفرنسي سباستير لوب بطل العالم في سباقات الراريات تسعة مرات نصل إلى ختام أخبار الرياضة شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة